اللغز الأخير لشارلوك هلموس بقلم عمر سليم أنا الدكتور واتسون صديق شارلوك هلموس المتحر الشهير تركته على باب بيتيه ثم دفعته ودخلت ما أن رأاني شارلوك هلموس حتى ابتسم وقال أرى أدنها تمتر اليوم وأن خادمتك قد أحسنت مسح لذائق نظرت له بتعجب فقال لي هناك قطرات ماء على بنتالك لم تجف ومسح ذائق مسحه بطول وكذا تفعل خاتمات تعالي أعرفك على مصر أندرو دخلت محيا ومتأمنا لضيف هلموس فقال هلموس لتتعب نفسك لن تستطيع أن تكتشف أكثر من أنه سافر الهند وأنه يهواء لعبات السهم والقوس وقالب من ويلز وكان غليا ثم أصبح فقيرا نظر له الضيف متعجبا فقال هلموس لا سحر ولا شعوزة مش محتاجة فتكة هناك عيادك واشمت النين وهو مشهور بالهند وفيه قدش في يدك بين الإبهام والسبابة والقطار الذي وصل من نصف ساعة قادم من ويلز ولو نظرت لكبعته لو جدت كبعة غلاة السمن لا يستطيع دفعها إلا الأغنياء لكنها قديمة من ثلاثة عوام فلو كان غنيا حتى الآن نشترى واحدة أخرى نظر الرجل إلى هلموس بزهول وأراد أن يقول شيئا لكنني قطعته قال لنا شرلوك هلموس هل عددت لنا كوبا من القهوة باللبن؟ قام شرلوك هلموس بنفسه قائلا للاسف تردت الخادمة لأنها كانت تسرق أشياء من أنيش سوف أعمل لكم فخخين تحفى شاي على قهوة على عصير أصاب حكاية ما أن ابتعد هلموس انفجر في الرجل ما هذا أنا لم أسافر ليند هذا الواشم عملته في سيرك بلندن وهذه خدشة وأنا أفتح البتونة لماذا ألعب بالأسهم ما هذا الزكاء ولماذا أكون قادما في آخر كتار أنا قادم من مدينة أخرى من أربع ساعات لكن احتجت أنا سريح في فندق وضعت نفس الساعة للعصور على حقيبتي ولم أكن غنيا ثم افتكر طوال عمري ومظف كبير وهذه القبعة هداية من أعمال سريع زمن على قلبي قلت له ألم تلاحظ أن السماء لم تمطر اليوم فقد أنا مررت على حديقة يتم سكتها وحزائي نضفته بنفسي على باب هلموس بمنديل ورقي مش عارف إيه مساحته بالطول وبالعرض الخدمة مظلومة أكيد منذ متى هناك نيش في منزل بريطاني هلموس لم يكن لديه في أي يوم نيش بص يا باشا من الآخر شلوك هلموس في آخر قضية كان يتبع أخبار مصر صبر عظيمة 25 ناير ثم ما لم يعد أفهم شيء عقله ضرب لعدم منطقية الأحداث من قال له يسكت حكم العسكر هاتفه بحات العسكر شبابه صار في السجون الأخوان من نفسهم قالوا شانا رشح حد ورشح حد احتفال بنصر الأكتوبر يحضروا من قتل وقوات حرب أكتوبر وسلفي يقول لك سيب المراتك وأجري وحزب إسلامي شارف الكلاب برئيس له مرجعية إسلامية وشارف القولين تقوم على الحزفية مدنيين وعلمانيين يطلبون بحكم عسكري يروح محكمهم بسجن مشدد مين مع مين ما تعرفش كل حرمية براءة وطفل مشلول متهم بعمل شغب وجيش والشعب يد واحدة على الأساس أن الجيش كان فضائي متفاصل عن الشعب ويتفرج على توفيعه كاشا وعد يتفرج عليه كثير ويحلف على المصحف أنه قداب وناس تقداب كل حاجة اللي أنه يجده حاول يفهم فقعد يطالع عفلام سوكي وأغاني ديك في الأرض يتمحر وإظهر أنها أثرت على عقله على اللي لم تأثرش لا بل كاكوين ولا بل مورفين من الآخر عقله ضرب فلو عايز مخبر كويس ستلاهر كل بوارو هو قصير ومغرور ولو شنب كبير فاتح محل على أول نصية بس أقول له أنت منترفي عشان بيدي الناسب على كل قضية شكران الرجل وانصرف رجع شرلوك هولموس فلما يجد الرجل قلب إسنتاج عبقرية لابد أنه ذهب لشراء بليلة من العربية التي تمر من الشارع فرصة أسمع موسيقى ولعب رياضة وماما عيني المزهولتين خلع شرلوك هولموس قميساو وبدأ نصفه الأعلى عاريان وأمسك بسكينتين وشغل موسيقى سخبه بلهجة مصرية وأخذ التراقص ويقول فرتك فرتك ترجمة نانسي قنقر